السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة وإياكم الدكتور عمر القيسي واليوم راح أجرح لكم مجموعة من أسئلة الآيفون اللي مهمة واللي لازم تعرفوها طبعا أنا معتمن في هذه الأسئلة على مجموعة من أسئلة اللي ماخذها من بازة الـ USMLA وورد ستيب 2 ونحطور بالكلام خلينا نبدأ بالشرح السؤال الأول اللي يتكلم على شخص هو أفريكان أمريكان يعني إنسان جاي من أفريقيا فصاحب بشرة سمراء عمنا في معاش سنة وليقينا عنده مرمار لما سوينا Physical Examination إلى وطبعا كان عنده Family History of Sudden Death in Young Age ولقينا عنده Crescendo Decrescendo Marmar began after S1 يعني هنا طبعا بعد ما تبدأ بعد S1 المرمر بس خلي بشكل مباشر أقول لبعض الطلاب أنه الجوز ندي يعرفون إيش معنى مرمر مرمر هو صوت الوشة في القلب اللي لما يكون الآن كما عندك ماء دي يمر في مبوب أو شيء راح تطلع صوت مرور الماء صوت هذا الوشة فلو كانت عندك مشكلة في هذا المساف راح تطلع لك صوت معين نسميه صوت وشة مرمر بالإنجليزي يظهر لنا هذا الصوت لما يكون عنده مشكلة في الصمامات مثل تهدل في الصمامات أو تضيق في الصمامات ستنوزز راح نسمع على صوت وأيضا في فتحات القلب لما تصدع لنا فتحات في القلب فهنا عنده صوت في القلب أيضا وبعد S1 يعني هذا الصوت يكون سيستوليك فهذه سيستوليك مرمر وهنا يقول لنا سمعناها بالليفت لورستيرنا بوردر طبعا القصد من هذا الكلام أنه سمعناها في منطقة الميترال بوردر سمعناها في منطقة الميترال بوردر شوفوا هنا الكلام اللي مهم هذه المرمر اللي ميزها ويه الفلسابا منوبر انتنسفايز ده مرمر واحد راح يقول لدكتور ايش معنى فلسابا منوبر فلسابا منوبر هي والله كلمة منوبر بالانجليزي معناها مناورة وفلسابا هي فلسابا منوبر مناورة فلسابا شنو معناها؟ لو الآن انت مسكت أنفك وانفخت بشكل شديد راح تقدر تزيد الضغط داخل حجرة الصدر لما نقول واحد مثلا احبس نفسك وانفخ فبالتالي ش راح يصير راح الهواء يتجمع داخل الصدر راح يزداد الضغط داخل الصدر طبعا زيادة الضغط داخل الصدر راح تمنع الدم أنه يوصل أكثر للقلب راح تقلل وصول الدم للقلب فراح تظهرن المرمرات طبعا مرمرات القلب بشكل عام أغلبها اتقل ويا الفلسابا منوبر لأنه لما نعمل هذه المناورة لما ننفض أنفنا وفمنا ونضغط ونخلي الهواء يعني نحبسه داخل الصدر ونضغط راح نزيد الضغط داخل الصدر وبالتالي دم أقل راح يوصل للقلب فلما دم أقل يوصل للقلب هذا معناته أغلب مشاكل القلب إذا كان عندنا مشاكل بالصمامات أو فتحات دم أقل اللي هو البريلود أقل معناها أغلب المرمرات طبعا مو كلها أغلبها راح يصير بها راح تقل لكن في هذه الحالة ويا الفلسابا منوبر شفنا تزادت المرمر which of the following is most likely mitral abnormality in this patient يعني يقول لك شنو صار ضبط بال mitral valve بهذه الحالة طبعا نجمع الأفكار اللي حصلناها عمره مكانه اللي جاي من عنده الافريكان امريكان والمرمر وأيضا عنده history of sudden cardiac death هذا الشخص يعاني من حالة اسمها hypertrophic cardiomyopathy hypertrophic cardiomyopathy الhypertrophic cardiomyopathy كلمة hypertrophic يعني تضخم كارديو قلب مايوباثي اعتلال في عضلات القلب اللي يصير في هذه الحالة هذا قلب طبيعي في حالة الhypertrophic cardiomyopathy يصير عندنا تضخم غير طبيعي في عضلات القلب وبالأخص عضلة السيبتم اللي هو حاجز القلب فطبعا هنا نلاحظ عندنا الميترال فالف هنا الأورتيك فالف الصمام الأبهر وصمام التاجي وبالتالي نلاحظ فيه ضغط كبير دي يصير على الصمام الأبهر وبالتالي مشكلة اللي عنده hypertrophic cardiomyopathy إنه ممكن يعاني من sudden cardiac death لأنه إذا لنفرض إنه هذا التضخم سد بالكامل المجال على الصمام سد بالكامل المجال على الصمام الأبهر وبالتالي الدم ما راح يقدر يخرج وبالتالي راح يصير عندنا هبوط مفاجئة وعنيف في ضغط الدم ويمكن يؤدي إلى توقف مفاجئة للقلب ويموت المريض ويصير بصدن cardiac death من انسداد هذا الصمام بشكل مفاجئ وحاد جدا فهذه بعض المشاكل اللي نلقاه الهايبرتروفيك كارديوميوباثي ضابطا في حالة الهايبرتروفيك كارديوميوباثي لو أرسم لك صورة وضيحية الآن طبعا لنفرض أنه هذا القلب أما هذا القلب غير طبيعي فصير فيه تضخم في حاجز القلب تضخم في حاجز القلب وبالتالي مجال الأورتك فالف قال والميترالف في هذه الحالة أيضا ينسحب بهذا الشكل وبالتالي ما راح يستطيع أنه ينسد بشكل تام واحد راح يقول لي دكتور ليش بالضبط احنا السبب أو الميكانيزم لهذا الأمر مدى نعرفة 100% لكن الذي يظهر عندنا في حالة الهايبرتروفيك كارديوميوباثي أنه انسحاب أوراق الميترالف وبالتالي راح يصير عندنا مجال راح يؤدي إلى حالة ري غور جتيشن أو حالة برو لابس تصير في هذا الصمام وبالتالي ما راح ينسد بشكل تام فلما القلب ينقبض بدل ما الدم يروح في جهة الأورتك ويخرج في الحالة الطبيعية راح يرجع إلى جهة الميترالف راح نسمع المرمر راح نسمع المرمر هذه هي المرمر اللي استمعناها في هذه الحالة في حالة السيستور دي كرشندو دي كرشندو مرمر على منطقة البايترال طيب ليش هذه الحالة تزيد ويا الفلسافة منوفر احنا قلنا الفلسافة منوفر الفلسافة شنو تعمل لك تعمل لك على تقرير البريلوت اللي هو تقلل الدم الراجع طيب إذا الدم الراجع أقل ليش تزداد المرمر واحد راح يقول لي دكتور المفروض تقل دم أقل لما دم أقل يرجع الآن لنفرض هذا القلب الطبيعي وهذا قلب غير طبيعي عنده هايبرتروفيك كاردو مايوبواثي لما دم أقل يرجع لما دم أقل يرجع معناها الدم أقل راح يملي حجرات القلب معناها حجرات القلب راح تصغر أكثر فمعناها الأوبستركشن اللي صاير راح يصير أكثر وانسحاب انسحاب الميتر راح يكون أكثر ليش لأن هذا الدم لما يكون موجود بشكل أكثر راح يفتح المجال راح يدفع هذا الانسيداد الصاير أو هذا النمو الغير طبيعي الصاير راح يدفع فبالتالي راح يقلل من حجم الفتحة فهذه الحالة تعكس الأمور في حالة القلب الأخرى في هذه الحالة في حالة الفلساب المنوفر تسوء الحالة ولكن بعد تخلي المريض عن الفلساب المنوفر أو انتهاءها الحالة تكون أحسن أو المرمر تكون أفضل فبالتالي نعرف من هذه المسألة هذه المسألة يسموها abnormal motion of mitral bar أو مرة تسموها abnormal anterior motion of mitral valve فهذه لازم نتذكرها فمن هذه كلها عرفنا أن المريض يعاني من hypertrophic cardiomyopathy طبعا واحد راح يقول لي زين شون علاقة الأفريكان أمريكان الhypertrophic cardiomyopathy أكثر في حالة الأفريكان أمريكان يعني في حالة الناس الجاي من أفريقيا أكثر يعانون من هذا مرض وهو مرض وراثي وهذا دليل أنه فيه صدن في العائلة وبالتالي أيضا شفنا هذا الأمر فمن هذه عرفنا الأمور فاللي هو يسأل هنا السؤال يقول لك شون اللي سيصر الميتر الوارب اختار انا abnormal mitral valve motion طيب ليش للخيلات البقية خطأ dilated cardiomyopathy أو dilated mitral valve أنيلا هذه لما تصفي dilated cardiomyopathy والحالة مو توسع أو تدمر للعضلات وتوسعها العكس الذي يصره hyper trophic cardiomyopathy ويصغر حجرة القلب فهذا يكون جواب خطأ rupture of cord tendine عبارة عن هي cord tendine عبارة عن خلي أرسم لكم فالشي تفهموها هي عبارة عن ينفرض هذا الميتر طبعا هذا الفالف حتى لا يدخل داخل الأتريوم أكو عندنا حبال تلزم وتربط في الventrical حتى يظل ياخذ موقع الطبيعي فلو صار لها rupture بالتالي رح يتهدر الصمام ورح تصير مشاكل به هذا تصير في حالة لما عندنا myocardial infarction أو trauma تؤدي إلى mitral annual classification طيب هذا عندك شغلة chronic وتؤدي لك إلى هذه الحالة ممكن وفي عاد مرات الاندوكاردايتس ممكن تؤدي إلى هذه الحالات prolapse of mitral valve يعني يصير أكثر في مولفان سنتروم وغيرها فالأكثر صح هو هنا abnormal motion leaflet motion أو abnormal mitral leaflet motion هنا ما عندنا مشكلة حقيقية في الصمام لكن بطريقة معينة ينسحب بسبب هذا hypolytrophil اللي صاير في القلب فهذا لدينا هذه الحركة الغير طبيعية للميت رال valve ولذلك اختار هنا ممكن نشيل لك هنا الخيارات ويقول لك شنو المرض اللي مصاب بهذا شخص نختار hypolytrophic cardiomyopathy فهذه معلومة لازم نعرف ها طيب السؤال البعد السؤال هنا يقول لنا شخص عمر 60 سنة يعاني من erectile function يعني عنده عدم القدرة على الانتصاب طبعا اكثر سبب لعدم القدرة على الانتصاب هي الحالات النفسية والسايكولوجيكال ولذلك لجب نعالجها وتليهي الفاسكولر يعني مشاكل الاوعية وبالاخير ايضا عندنا neuropathies او مشاكل بالعصاب احنا حتى يصر عند الرجل انتصاب طبعا هنا هذه الصورة هتوضع حتى يصر انتصاب عند الرجل عندنا هنا تجويف اسمه corpus cavernosum هذا التجويف هو عبارة عن وريد محور corpus cavernosum يمل في الدم لما يمل بالدم يصر عندنا هذا الانتصاب فاذا عندك مشكلة في الاوعية او عندك مشكلة في الاعصاب المتحكمة في الاوعية في الوعاء نفسه مشاكل اثروسكروسيز متصلب شرايين امور المرض السكر يؤثر على الاوعية او عندك حالات نفسية راح تأدي لك الى خلل في الانتصاب وقلنا لكثر حالات نفسية لكن في حالات كثيرة ايضا تجي حالات مشاكل في الاوعية امراض متعددة في الاوعية موجودة ومشاكل في الاعصاب طبعا مريض السكري يصاب بمشاكل في الانتصاب وذلك لانه يعاني من الاشياء الاثنين انه عنده السكر لما يزداد في الدم راح يؤثر على الاعصاب بشكل سلبي ورح سبب لك بريفرر نيورو باثي وايضا راح يأثر على الاوعية الدموية راح سبب لك مشاكل بال بريفرر بريفرر ديزيز راح يسبب لك مشاكل بال نفسها بالاوعية الدموية مشاكل وبالتالي راح ساعد ممكن الاشياء الاثنين راح تؤدي لها الريكتايل دينس فانكشن في المهم فهذا الشخص هنا يعانينك من الدايبتس ميليتوس تايب 2 وطبعا هنا عنده بروستات هايبورتروفي أيضا فهذا الشخص طبعا حاليا يأخذ الكلوبرايد والدوكسيسوسين الكلوبرايد هذا يستخدم السكر من مجموعة السلفين هذا يساعد البنكرياس طبعا يستطيعهم في التايب 1 يستطيعهم في التايب 2 يساعد البنكرياس أنه تطرح انسولين أكثر والدوكسيسوسين هنا يستخدم المريض لأنه يعاني من تضخم في البروستات عنده فهذا الدوكسيسوسين هو عبارة عن الفا 1 انهيبتر طبعا الالفا 1 هذه دائما أقول قلابس ما أسميها القابضة طبعا ليش نمطيها في حالة البروستات هايبرتروفي لأنها تخلي البروستات نفسها ترتخي وتسمح مجال اليوريث أن يمرر التبول بشكل أحسن من الحالة قبلها يعني لأنه موجود في البروستات بعض السموث أو العضلات الملساء فلما نمطي الدوكسيسوسين يسمح لها أنه تنبسط وما يسمح لها أنه تتقلص وبالتالي نوعا ما يفيد الحالة فيستخدم في هذه الحالة لكن هل إلى تأثيرات نعم على ضغط الدم الدوكسيسوسين راح يعثر راح يخفض لك ضغط الدم فهنا أيضا عندنا هواي أمور ذاكر لك فيقول لك هنا what a treatment to this erectile dysfunction في حالة شخص يعاني من لعيبيتس مليتوس أنه نمطيل السالدينوفيل نفسه اللي هو عقار الفياكرا السالدينوفيل أو كيش هو شنو عمل السالدينوفيل السالدينوفيل عبارة عن دواء يعمل على تطبيط أو سد أنزيم اسمه فوسفو داستريز فلما ننطي السالدينوفيل راح تنبسط العضلات الغرض من السالدينوفيل أنه نخلي هذه الأوعية الدموية الموجودة في القضية وعند الرجل أنه تنبسط وبالتالي تنم دم أكثر فحجمها يزداد أنه نحاول هذا الكورباس كابرنوزم انضخمة وبالتالي دم يملى أكثر بي فهي هذه الفكرة من المسألة لكن سؤال هل يؤثر على ضغط الدم أكيد نحن هنا دواء مو فقط راح يشتغل على الجهاز التناسيلي عند الذكر لكن أيضا راح يشتغل بشكل عام عند الجسم وبالتالي راح يقل لأن ضغط الدم الآن أنت قلت لي دكتور هو أصلا ما أخذ دوكسيزوسين وعمره كبير الآن لو أنطيت السلدينوفير راح يأثر على ضغط الدم كيف راح نمطيل المفروض ما نمطيل السلدينوفير أقول لك صح ولذلك السلدينوفير ما يصير نمطيوية دوكسيزوسين بنفس الوقت لازم نخلي بيناتهم شغلة يسمون الانترفال اللي هو فرق زمني مدة أربع ساعات يعني يأخذ السلدينوفير وبعد أربع ساعات ذلك هذا يكون سيء الجواب الصحيح طيب دكتور ليش البقية خطأ ليش ممنطل البروستاقلاندي ننطيع ليشتغل أيضا على هذه الحالة بروستاقلاندي أيضا موسع للأوعي لكن تأثيره يعني لا يقارن بالسلدينوفير من ناحية الكفاءة بالتالي يعتبر أنه كفوق جدا في هذه الحالة طيب إي خطأ لأنه السلدينوفير ممكن يستخدم وليق لبرايت وما سيكون في سايد افكت كثير طيب السلدينوفير هو يكون البروستاقلاندي فأيضا هذا الخطأ الكلام المكتوب فبالتالي يكون جواب سي هو الجواب الأصح في هذه الحالة ونفهم كيف نعمل نقل نوسع الفكرة لكن أهم شي نعرف أنه لازم نعطي بين انترفار لأنه أيضا ممكن هذا الجواب يكون جواب خطأ لو قل لك مباشرة تنطي لازم بيناتهم انترفار أربع ساعات لأنه نخاف لو انطيناهم نفس الوقت أنه قدين إلى وبالتالي مشاكل خطيرة تحصل عند هذا الشخص وبالتالي هذا السؤال أيضا فهمنا السؤال البعد سؤال خبرنا عن شخص عمر خمسة وخمسين سنة عند مشاكل في القدم وألم دي يصير عنده عثناء الحركة ما عنده مشاكل لا شورتنس أو بريث لا عنده ضيق في التنفس ولا خلين نقول تشست ضيق في الصدر أو سنك هذا يضيق مشاكل في القلب نقول لك أنه موجودة هذه العراضة أنه ما عنده إياها حاليا المديكال هيستوري إز أنريماركبول لكن هي إز اكس سموك تونتي باك يوم هو يوم لازم نعرف أنه هو سموك طيب إكسرسايز كله أنا صح منطيق بعض الأمور الزينة لكن خلي نشوف بعد برلاذب بريشر عالي إيكو كارديوم شوف نورمال الأنكر بريكيال إنديكس 0.6 طبعا لما شوف الأنكر بريكيال إنديكس 0.6 معناها طبعا طبيعا لازم يكون 0.9 للواحد واحد حالة مثالية قليل تلقاه لقد 0.9 لما يكون 0.6 معناها أكو فرق كبير بالضغط منه ومعناها عندنا الشرايين اللي موجودة في القدم لتتقلص بشكل كبير معناها أنه عندنا peripheral vascular disease أو peripheral arterial disease يعني الثروسيكروسيز أمراف لتأدينا أنه هذا الشرايين يكون متصلب ومتقلص فهذه دلالة كبيرة طيب أيضا نطعنا lipid profile cholesterol عالي اللي ترائي غليس رايت عالي اللودنزيت اللايبو بروتين عالية فهذا المريض في حالة خطر لأنه هو risk factors عنده عالية لمشاكل القلب مفقط راح تصير بالرجل مشاكل القلب ومشاكل الشرايين بشكل عام ولذلك هذا الشخص عندما نعانج لازم ننطيله الاسبرين وي الاستاتين طبعا الاسبرين ليش ننطيل أنه حتى نمنع تكون تجلطات في الشرايين لأن هذا الشخص عنده risk factor عالي فلذلك نمنع التجلطات اللي تصير كيف أنه الاسبرين انتي بلايت لأنه حتى لا يتجمع الصفاء الدموية لكن هل راح يفيد الرجل هل راح يفيد الألم اللي يصير في قدم لا هذا يمنع أنه شي جديد يصير أنه يمنع تكون خطرات تصير جديدة ويقينة من مشاكل القلب لأنه هذا المريض أكثر فبالتالي الاسبرين مهم في هذه الحالة طيب ليش انطينا الاستاتين معها ليش ملاسبرين واحدة الاسبرين راح يقلل لنا من مشكلة التكون تجلطات لكن مشكلة الأثروسيكروسيز بعدها موجودة وتصلب الشرايين بعدها موجود وراح يزداد بالتدرجة وممكن راح تسوء الحالة فلذلك في هذه الحالة يجب أن نعطي أيضا مع الاستاتين لأنه عنده الكوليسترول عالي واللو دنسيتي لايبو بروتين عالية وبالتالي لازم ننطي معها الاستاتين والاستاتين راح يقلل لنا الكوليسترول وراح يقلل لنا اللو دنسيتي لايبو بروتين طيب واحد راح يقول لي دكتور ليش مو الجوب سي اسبرين والفينوفيبريت الفينوفيبريت هذا يمنع لنا امتصاص الترايقلس ريت وبالتالي راح يقلل لك الترايقلس ريت وبشكل بسيط راح يقلل Lodensity Lipoprotein المعتمد اكثر على الكوليسترول اما الاستاتين في يقلل الكوليسترول بشكل كفو ويقلل Growency Lipoprotein فهذا ما يعتبر دواء فعال جدا مقالنطا بالاستاتين وبالتالي ما لا تأثير كبير جدا احنا همشي عندنا نقللロodensity Lipoprotein في هذه الحالة راح نمطلسبرين وليا الاستاتين طيب ليش موالورفورين الورفورين ما شافوا انه يزيد الأودكم او ما شافوا انه يقلل المورتاليتي ما شافوا أنه يقلل عدد الوفيات في هذه الحالات فبالتالي فضلوا استخدام الأسبرين أو الكلوبيدوغريل على الورفرين في هذه الحالة كبريفنشن كوقاية الورفرين إلى أمور الخاصة لنستخدمها فيها إن شاء الله في فيديوه الثاني ممكن نوضحها السيرجيكار ريفاسكوليشن هذه الحالة راح ننطيها كآخر حل ندخل جرحين لما ما يستجيب للأدوية ننطي أدوية وما راح يستجيب لها لمدة طويلة وبالتالي أيضا راح نشوف كومبليكيشن خطيرة ممكن تكون تقرحات دائمية ومدى تنشي فيه أمور ثانية في هذه الحالة راح نتدخل جرحين فهو ما عند الحد الآن هذه الأمور فالأفضل ننطي لستاتين وننطي لأسبرين حتى نقلل هذه الحالة إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من المعلومات ألقاكم في فيديو آخر وألقاكم بخير السلام عليكم